على منحدرات خطيرة وفوق صخور لم يسبق لأحد أن وقف عليها غامر تسعون عاملا طيلة ستة أشهر بحياتهم ليتمكنوا من نحت طريق يصل قرية الهويشة في المقاطرة بمركز المديرية وليساعد الأهالي في نقل مؤنهم واحتياجاتهم لقد عاشت هذه القرية عقودا من العزلة والحرمان وكان سكانها القدامى يمدون حبالا للوصول إلى حيث يسكنون وكثيرا ما شهدت القرية مآس سقوط أفراد منها إلى الهاوية وما زالت ذكراهم تدون في الأنحاء وقبل عشرين عاما شق الأهالي طريقا بسيطا تم تطويره خلال الأشهر الماضية ووفقا لأحد مهندسي الجيولوجيا في المنطقة فما حدث يعد تدخلا هندسيا وإنشائيا عميقا في مسيرة شق طريق العتد وبعد معاناة العمل وسط مخاوف السقوط نجح السكان في رصف الطريق وفي السير عليه وفي جعله مكانا آمنا للعبور وذكرا خالدة للمستقبل حيث سيتذكر الجميع أنه بينما كانت البلاد تغرق في المعارك والاقتتال نحت سكان قرية مهملة طريقا وساروا عليه وخرجوا من حصار قديم موسيقى 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 موسيقى